حتى تقدم يوم القيامة فتجد شبال من الحسنات فتقول ربي أن لي هذا فيقال هذا يوم خرجت من بيتك ساترة أورتك فكل من رأيك يعرف أنك مسلماء فزيد في حسناتك والآن إخواني ننتقل إلى باب من أبواب الجنة الهدف إلى أفضل الأبواب اسمع بارك الله فيك وعبني سمعك وفؤادك قال صلى الله عليه وسلم ألا وكافر اليتيم في الجنة كهذا وأشار بإسمعه السبابة والمستاد أفهمت أخي أفهمت من مراد أفهمت بماذا نبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشرك بجواره في الجنة جوار رسول الله في الجنة أتدري أين مسكن رسول الله أتدري أين مسكنه قصره بالفرتوس الأعلى إنها ليست جنة واحدة بل هي جنان وأعلاها الفرتوس الأعلى وهناك قصر رسول الله وإن كفلت يديماً فأنت جاره أتدري من الفرتوس الأعلى سقفها عرش الرحمن سقف الفرتوس الأعلى عرش الرحمن أتدري بماذا بلقت هذه الدرجة بكفالتك اليتي من فترية وندعو اليوم أخبتنا التجار إلى من كل من يريد أن يتاجر مع الله إلى تجارة مربحة أن يشتري بيتاً في الجنة جوار رسول الله أي في الفرتوس الأعلى بيت في الجنة ليس بيت هنا ليس بيت في الزرولور ولا في المراشت ولا في المراشتور بيت في الجنة بالفرتوس الأعلى لبناته من ذهب ومن فلطة ليست من طين بيت في دار القرود والبقاء ليست في دار الفناء بيت خدمه الملتر المخلدون وجواره الحمر العين من يريد أن يكفل أبناء أخونا من يريد أن يكفل أبناء أخونا وزوجته من يريد أن يكفل أبناء أخونا وزوجته وأن يتربطوا على لا إله إلا الله ويعتقى ما بهم من الله عندما سئلت المسكينة لماذا لا ترأت ربيهم على لا إله إلا الله قالت إن فعلت قالت إن فعلت أحرم من المسكن وأحرم من النفق من يكفلهما وله الجنة هذا وعد من الله إلى رسوله من يريد التجارة مع الله وعد من الله لرسوله ووعد من رسوله لأمته كم قدر النفقة أصلا كم قدرها إن حسبناها لتكون خمسمائة يورو في الشهر حتى يبلغ الأولاد الحلم أي على مدى عشر سنوات أي خمسين ألف يورو بعد عشر سنوات بالتقسيط المريح وماذا خمسين ألف يورو لا تسوي بيتا من بيوت الدنيا لبناتهم من الدين ماذا يعني خمسين ألف يورو لا شيء مقارنة بقصرا جوار رسول الله من يريد أن يشتري جوار رسول الله وأبا بكر وعمر بسعر زهي وأجر عظيم ولا حرج أن تكون صدقة علانية من يريد أن يعلنها فن يعلنها من يريد أن يعلنها فن يعلنها بها المجلس لا حرج المهم المهم هو النقطة على هذه المسكينة ولا حرج أن يجتمع جماعة من أخواننا الدشار حتى يكون الحبل ثقيل حتى يكون الحبل خفيف ويكفل هؤلاء أيتام والثمن بيت في الفرتوس الأعلى هذا وعد من رسول الله من يريد بيتا في الفرتوس الأعلى ليس بيت في الدنيا جوار رسول الله في المسكن والممشى والمنبس فأنت شريسه يا من تبكي شر نفسك يا من تريد أن تبقى على الدنيا وحبها ولذاتها يا من تريد أن تبني بيتا في الفرتوس اسمع لا نفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت باريها فإن بلاها بخير طاب مسكنه وإن بلاها بشرب خاب باريها أول نار نو الميراث نجمعها لمن تجمع مالك للميراث لمن تجمع مالك حتى يحصى من بعدك حتى يسرف في حرام أو لا تدري في ماذا يسرف وبما لا تذهب إلى الله أصلا بمثرين من القماش لمن تدرك هذه الأموال متفرط في بيت في الجنة أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لقراب الطهر نبنيها أين الملوك أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها ينادي في نواحيها أحمد دلالها والرب بائعها وجبريل ينادي في نواحيها من يشتري الدار في الفين توسي عملها من رقعة في ظلام الليل يحييها فاللهم فاللهم يسميع الدعاء من أراد كفالة هؤلاء أيتام فزد في ماله اللهم فزد في ماله وليطمئن كل من أراد أن يكفل هؤلاء الأيتام من رسول الله وعدا من رسول الله ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال فليخشى كثرة المال لا نقصه بعد كفالة هؤلاء الأيتام اللهم فزد في ماله اللهم فأعشه نجد الحنية وأمده موتة رضية واجعل أحمد في البرد وصله مجارى يا رب العالمين اللهم إني داعي فأمنوا يا من وعدت ووعدت الحق ادعوني أستجب لكم فعلينا الدعاء ومنك الإجابة وها نحن ببابك واقفين فلا تردنا خائدين ولا من رحمتك مطردين يا من بابه مناط الرحال ومحط الآمال فها نحن ببابك اللهم أجل دعاءنا اللهم أن نسألك الجنة اللهم أن نسألك جوار نبيك اللهم أن نسألك جوار نبيك في التوز الأعلى ونستعيدك من الغار اللهم أن نسألك إنشت السعداء وميدة الشهداء اللهم يا من أجر الصحاب والثقات اللهم يا من تكت فنوري وجه سخور الجبال نسألك أن تكون ميدة على غير لا إله إلا الله اللهم فينا عذاب القبر اللهم فينا عذاب القبر ويسترحسابنا ويبن كتابنا وزحسنا عن النار يا حزيز ويا مقار إن الله يأمر بالعد والإحسان وأتاءه قربا وينهى عن الفحشاء والمنذرية وعندما عبد المذكرون وأكمل الصلاة